تاني للمريخ أكلم معاك عن المريخ بقى أنا بشوف أنه اللعيبة طالعة من البطولة دي مجهدة وخصوصاً أنه هي خلصت الموسم الأخير بالثلاثية دخلت في مشوار دوري وخلصت مشوار دوري راحت لعبة في أسبوع واحد ثلاث نهائيات يعني الثلاث مطشاة اللي حنا لعبناهم يعتبروا ثلاث نهائيات الزبط راجعين عشان أقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم ابتدوا مشوار البطولة الدوري للأطلاق أفريقيا وما فيش هما راحا يومين وتبتدي ترجع تخش فورما مرة تانية عشان تجهز لمطش المريخ عندي هنا من وجهة نظري سؤالين لحضرتك الجزء الأول إزاي تعمل مع ده بدنياً إزاي الفرقة قدر أحافظ عليها من الإصابات وقدر أخذ منهم أعلى مردود بدني في بداية مشوار طويل وأنا هتكلم على الطول ده في نقطة تانية في سؤال تاني والجزء التاني إيجاد الحافز ناحية النفسية اللعيبة يعني أي لعيف الندي الأهلي كان الله فعونه لأنه البطولات بالنسبة له ده العادي والطبيعي يعني فيه لعيب تاني ممكن كل عشر سنين تلاقيه بياخد بطولة لكن ده لعيب كل شهر تقريباً بيتم تكريمه وتتويجه إزاي قدر أخلق عنده حافز وده وافع إنه يلا عايزين نجيبي البطولة العشر ما هو بدني نفسي طبعاً عايز أقولك يا أحمد نفسياً إنك إنت موجود في نادي الكار نادي البطولات هو ده البطل كل شغله عشان يحصد البطولات ويعني الفرحة بتاعته بتبقى قليلة جداً يعني اللعيب أدي 24 ساعة 48 ساعة وبعدين بيقفل خلاص ونتهت الكصة خلاص إحنا يعني فرحنا وانبساطنا وحققنا الإنجاز وشكراً رايحين لمرحلة تانية ومرحلة مهمة جداً لتاريخه وانت النهاردة اللعيب ده بيبدأ يحفر اسمه وتاريخه في نادي الأهلي عن طريق البطولات عن طريق الاشتراكات اللي هو بيشتركها بصفة أساسية فالنهاردة طبعاً أنا مشفق عليهم يعني الحالة البدنية في الثلاث بطولات دي حملة أقصى في منتهى الصعوبة يعني زي ما أنت قلت وتفضلت أن بطولات بالنسبة لكل المباراة في الثلاثة بطولة إذا كان بطل أسيا أو بطل أوروبا أو بطل أمريكا اللاتينية فذي ثلاث بطولات النادي الأهلي شارك فيها والحمد لله قدر يتفوق فيها فالنهاردة احنا داخلين في بطولة عشرة بالنسبة لها بطولة أفريقية يعني حلم من الأحلام اللي احنا كنا بنحلم بيها فالحمد لله رب العالمين احنا قدرنا نحصل عليها العامل الماضي السنة دي تركزنا كمان عايزنا نحصل عليها عشان احنا عندنا أهداف تانية كمان ان احنا مش عايزين المركز التالت احنا فيه تطلعات للمركز التالي للمركز الأول بالضبط بالنسبة للمنديال انت عارف انه بالورقة والألم الأهلي لو كان القرعة وقعته في طريق ألسان بطل كوريا كان ممكن جدا يكون بيلعب نهائي بالضبط انت نفس النتاج اللي حققتها في البطولة دي هو اللي حققها فريق تيجراس البكسيكي اللي وصل أو اللي خد المدالية الفضاية هو كسب ألسان الكوري انت كسبت الدحيل هو كسب بالميراس انت كسبت بالميراس هو اتغلب من البايرن وانت اتغلبت من البايرن فانت على مستوى الأرقام تقريبا الفرق الوحيد بينك وبينه انه هو وقع فيه قبل النهائي مع بالميراس وانت وقعت مع البايرن وده اللي سهله الطريق للوصول للنهائي لكن انت كان ممكن جدا بالضبط لعب نهائي موجود في النهائي حقيقي فطبيعي انه يكون طموح مشروع النسخة اللي جاية ان شاء الله طبعا طبعا وبعدين ان شاء الله احنا هنبدأ بالمريخ يعني احنا برضك المريخ من أنديال سودانية اللي يعبع كبير جدا هي والهلال زي الأهل والزمالك تاريخ المريخ معروف للقرى السودانية والقرى الأفريقية يهمه طبعا انه هو النهاردة بيلعب قدام نادي القرن بيلعب قدام تالت العالم فالعملية في المنتهى الصعوبة ثلاثة العالم دي بتهايلي تخلق عنده هو حافظ أكبر يعني 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 هو زي كان عنده رغبة في انه يعمل نتيجة إيجابية مع النادي الأهلي عشان يبتدي بمشوار البطولة بشكل كويس فبالتأكيد عنده رغبة أكتر انه يعمل عرض قوي أمام ثلاثة العالم عشان يقول أنا فريق عندي عندي القدرة انه نفس واننا بسعب جد تحيي البطولة أكيد طبعا يا أحمد دين وهو برضك يعني شعور بالنسبة له من بيلعب ضد النادي الأهلي زي ما انت قلت تالت العالم وبطل أفريقيا ده بيدي له دوافع دوافع كمان أكتر من الدوافع اللي موجودة عنده انه هو يعمل مباراة بمباراة جيدة قدام النادي الأهلي برضك من تاريخ المريح كده انه هو كسب كسب الدورة عنده 22 مرة اشتركوا في القناة